قال صلى الله عليه وآله بالسوية بين الناس قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وآله غنا ويسعهم عدله عدل المهدي حتى يأمر مناديا فينادي فيقول من له في مال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل يعني في زمان حكومة الإمام المهدي عليه السلام يصير أكو إعلان إعلان من ديوان الإمامة إنجاز التعبير عرفت شلون الديوان الإمامي شلون أكو الديوان الملكي الديوان المادري الديوان الشلون الأميري الديوان الرئاسي أكو الديوان الإمامي إعلان عام من له في مال حاجة من يريد يحتاج مال الشكل يعني يريد يعني عنده نقص عنده حاجة يريد يشتري له شغلة خلي يجي أخر تقول الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مسند أحمد تقول فما يقوم من الناس إلا رجل بس واحد يقول أنا محتاج فلوس البقية كلهم عندهم زيادة ملايين البشر يأتيهم إعلان تعالوا اخذوا فلوس يقولوا ما نحتاج عندنا فلوس زيادة يقوم رجل واحد شوف عدل الإمام والنعم في زمانه صلى الله عليه يقول فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول أنا فيقول ائتي السدان يعني الخازن روح لوزارة المالية روح هذا بنك المركزي روح المسؤول عن البنك المركزي روح له فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له يروح فيقول له ذلك الخازن خازن المال أحثو حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندمة أحثو يعني أخذ أخذ من المال كما تشاء خليه دشداشتك شقد ما تقدر تأخذ أخذ براحتك فهذا لما يمتلئ يأخذ هالقيد يعني يملأ حجره يندهم ليش فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسه أنا شقد جشع أخذ كل هذا المال يمكن غيري محتاجة ليش أخذ كل هذا المبلغ أوعجز عني ما وسعهم يعني كل هذا أولا الناس راضين وقانعين أنا ليش عندي هذا الجشع أخذ كل هذا المال لأنه ما متقدم أحد غيره فهو ربما يتصور أن البقية يعني زاهدون راضون بما لديهم فأنا ليش عندي هذا الجشع قال فيرده فلا يقبل منه يعني هذا الرجل الآن اللي أخذ هذا المال يقول لا خلص أنا ندمان أرجع المال يعني يمكن غيري أولى به فالخازن لا يقبل منه يقول لا ممنوع تأخذ تأخذ فيقال له عليكم السلام ورحمة الله إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه خلاص اللي أعطيناه باسم المهدي من آل محمد عليه السلام ما يرجع بعد ما يرجع تأخذه تأخذه ولا نسوي بيك مثل ذاك الأعرابي الذي رأى أحد المسافرين في الطريق في طريق السفر فقال له يعني عزمة قال لا إلا تجي تتغدى عندي أذاك لا ما قبل أنا متأخر أريد أمشي أريد أروح كذا الأمور حاول ويا حاول ويا قام قال أشوف إما هس تجي ولا ترى ذبحك ماكو عندي أذبحك ترى تأكل عندي ولا ذبحك يا عمي يا ابن الحلال تأكل عندي ولا ذبحك هذا سوي بيك هالشكل إحنا فلوس تأخذه من البنك المركزي الإمامي المهدوي تأخذه تأخذه ما ترجع إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه يقول النبي صلى الله عليه وآله فيكون كذلك سبع سنين أو ثماني سنين أو تسع سنين ثم لا خير في العيش بعده بعد هذا المهدي صلوات الله عليه لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده لأنه وراح تشوف البشرية هذا الشيء أنه ما مر عليهم في تأريخ البشرية قط مثل الزمان عليكم السلام ورحمة الله مثل الزمان الذي حكم فيه المهدي حجة الله وبقيته زمان نعم لا حصر لها